السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أهلا بكم معي في حلقة جديدة من برنامج صباح الحياة على قناة الصحة وجمال أول فكرة أتكلم عنها عن علاج الأرق بطرق طبعية بس هزيني تكلم شايف موضوع الأرق الأرق ده إيه أسبابه؟ ليه أسباب؟ وأنواع؟ فيه أرق فجأة بيحصل نتيجة لتعب أو كده أو يعني حالة جات زي صداع طبعاً وصداع الجيوب الأنفية من الحاجات دي جداً حاجة مؤقتة بتحصل تمام؟ تاني حاجة عندنا بعض الحاجة المؤقتة دي فيه اللي هو الإرهاقة أو الأرق الحاد ده بيجي بيقعد من أسابيع لشهور والأرق المزمن بيقعد من أسابيع وشهور خلاص عدة المرحلة دي بيدخل في سنوات تمام؟ وكل ده طبعاً تبع فقرة صحتنا في معلومة طيب إزاي بسرعة نعالج الأرق بطرق طبعية جداً 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 بداء للمنومات من الطبيعة هنبدأ على طول بأول حاجة جميلة جداً ومهدئة وطبعاً الحاجات التلات حاجات اللي هقول عليها دول أهم تلات حاجات في تهدئة الجهاز العصبي والأرق أول حاجة البابونج أو الكاموميل ليه نسبة؟ هنقولها وهتطلع صورته دلوقتي قدام حضراتكم فيه صورة دلوقتي على الشاشة بتاعة البابونج هدبين دلوقتي وبعدين تاني حاجة النوردين أو حشيشة الهر أو حشيش القطط للناس اللي بيتابعني من الجزائر والمغرب وبيبعتولي والعراق كمان فاسمه حشيشة الهر عندنا في مصر أو النوردين تاني حاجة أو حشيش القطط في بعض الدول العربية تالت حاجة إحنا هنتكلم فيها عن عجبة القديسين أو عجبة القديس يوحنى أو عجبة القديس جونز في بعض البلاد اسمها كده إيه الفكرة بتاعة دمج التلاتة مع بعض يا جماعة؟ عندنا بالذات تاني عنصر أو تاني مادة اللي هي النوردين دي بيبقى مستخلص منها كل المهدئات اللي الناس بتاخدها قبل ما تنام بالليل المهدئات بتبقى مستخلصات من الناردين طيب الحاجات دي تضاف كده أجيب من العطار حاجات وخلاص وضيفها لا في نسب البابونج 100 جرام هتشوف عند الراجل هتروح تقوله عايز 100 جرام بابونج تدخل بعد كده عند الراجل ده أو نفسه أو حد تاني ليه إحنا هناخد هنتعامل مع الحاجات اللي جاية بحكمة وحكمة في التصرف لإن كترها بيعمل مشاكل ولو حطينا الكمية القليلة مش هتقضي أو مش هتخلينا نوصل للهدف بتاعنا طيب أول حاجة البابونج 100 جرام تاني على طول حاجة اسمها الناردين اللي احنا لسه بنقول عليها 25 جرام 25 جرام أي يعني أقل كمان من ربع الكمية بتاعت الميت جرام أو ربعها تقريبا طيب عندنا بعد كده عجبة القديسين هاخد منها 25 جرام فالتوتل التلاتة على بعض بيتاخدوا كده مع بعض يتحطوا ويتطحنوا لو هتطحنوا ناعم حطوا على كيلو عسل طيب هتطحنوا خشن يتشرب في مج يتحط الكمية اللي قلنا عليها معلقة قبل ما تنام بساعة تحط الكمية دي على بعض وتشربها رجاء يا جماعة ليستخدم الوصفة دي بعد إذن حضراتكم لو سمحتم اللي هيستخدم ده ويشرب المج قبل ما ينام ما يسوقش لو عنده عربية وفي مشوار مهم هيعمله ما يروحش خالص يرتاح لأنه بتعملك نوم سريع تاني حاجة لو عايز تمشي أو عايز تقوم بنشاط أرجوك بلاش خلاص كده ثانية واحدة بس معنا مدخلة أهلا وسهلا تفضل السلام عليكم ومسلام رحمة الله تفضلي الحمد لله علي صوتك من فضلك لو سمحت الأعساب اللي انتي دايبها على التلفزيون دي يعني ايه بتخذ ايه بتكون ايه ممكن لو سمحت تقفل التلفزيون عشان اسمعك لو سمحت فضلي بقولك الأعساب اللي انتي جايبها دي يا مال الأعساب اللي انتي جايبها على التلفزيون دي يعني ايه بتخذ ايه ده بخصوص الأرق اللي ما بعرفش ينام بالليل الناس اللي بتشتغل بالليل بيبقى عنده صهر بالليل الناس اللي عندها أمراض لقدر الله ما بتقدرش اتنيامها بالليل الناس اللي عندها مشاكل في الضغط العصب طول النهار بيشغلوا نفسهم وبيعودوا في تكره كل حاجة على السرير بالليل يعني كل المشاكل بتزهر والأخبار سيئة فما يجيلهمش نوم الناس اللي مش بتجيلها نوم ياخدوا المحتوى ده على بعضه هيجيلهم نوم هيهدوه ولسه هنتكلم على بعض النصائي حضرك تابعينا من فضلك أشكرك لاتصالك طبعا يا جماعة النوم يبقى في وقت سابت يبقى الساعة عشر بالليل النوم نصحة الفجر ساعة خمسة طيب كل ده جميل جدا السرير للنوم مش للأكل مش للموبايل مش للمذاكرة مش مش السرير للنوم أنا رايح السرير يعني هنام السرير عليه مخدة عليه بطنية عليه الحاف عليه كل حاجة للنوم مش قاعد أكمل يومي على السرير ما تابعش الأخبار قبل منام بساعة أسيب الموبايل قبل منام بساعة كل الحاجات اللي هي بتقلقني وبتابع مثلا يوتيوب ولا قبل منام بساعة استوب كل حاجة وقفل النور تماما عشان يفرز مادة الميلاتونين اللي هي كسير الحياة والشباب الدائم بتفرز من الغدة السنوبرية اللي موجودة في المخ ودي فايداتها عظيمة جدا بتمنع عنك الألزايمر بتمنع عنك الضغط والسكر بتخليك دايما شباب طول العمر خلاص وده كان أول فقر عندنا في برنامج صباح الحياة صحيتنا في معلومة ترجمة نانسي قنقر